أهلاً أحبائناً مشاهدينا في كل مكان السؤال كيف نفهم ولادة يسوع المسيح كتير من المسحيين بيحتفلوا في عيد الميلاد المجيد سواء على التقويم الغربي أو الشرقي لكن الأهم أنه ولد يسوع المسيح لكن كيف ممكن نفهم هذه الولادة عدة أمور أولاً ولادة يسوع المسيح قسمت التاريخ إلى قسمين ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد فعالة نشير لأي معلومات قبل المسيح قبل الميلاد وهذا يسهل التوضيح ويسهل الفهم على العديد شيء ثاني كل مرة نتكلم ما قبل أو ما بعد الميلاد هي عملية إضاح ولكن من ناحية تاني هي شهادة حية للغرض والهدف من ولادة يسوع المسيح طبعاً الهدف مش يقسم التاريخ لكن فعلاً أهمية هذه الولادة مذكورة على شفاه كل العالم تستخدم حتى يومنا هذا للتعريف الأمور والأزمنة إذا كانت قبل أو ما بعد الميلاد شيء ثاني أحبائي الميلاد يظهر أمانة الله الله أعطى وعود كثيرة وأعطى نبوات كثيرة في العهد القديم فولادة يسوع المسيح تعتبر إظهار محبة الله للجنس البشري ولكن من ناحية أخرى تظهر أمانة الله أمانة الله مع إبراهيم مع إسحاق مع يعقوب تعاملاته مع الأنبياء والنبوات العديدة إن الله عند كلمته وإن النبوات اللي تلبأت عن مجيء المسيح توقيت الولادة ومكان الولادة والغرض من الولادة كل هذه النبوات في العهد القديم بتعبر عن طبعاً أمانة الله شيء ثالث نفهم ولادة المسيح هي بتظهر شيء جميل جداً تظهر لنا طبيعة الآب طبيعة الله تظهر محبة الآب للإنسان الخاطئ يعني كل الغرض من مجيء المسيح هو من أجل الخطى كان ممكن ييجي بطريقة متفوقة يطير من مكان إلى مكان ويعمل معجزات ويبهر الناس ويطلع على السماء لكن بالحقيقة أنه جاء ليقوم بعمل الفداء ليقوم بعمل الخلاص أيضاً مكتوب أحبائي ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني فإذا جاء المسيح ليقوم بعملية الفداء لكي يستردنا إلى نفسه ويسترجعنا وحتى فعلاً مش بس يحررنا نكون أبناء وبنات للرب عن طريق الفداء اشترانا بثمن من خلال دمه متبررين مجاناً بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح ثم أحبائي هذا الفداء هو عمل الله لأن المسيح إنسان كامل وإله كامل يستطيع أن يرضي المطالب الإلهية ويوفي العدالة الإلهية ومن ناحية أخرى كإنسان كامل يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية لأن الوحيد بلا عيب حمل الله بلا عيب لا توجد فيه أي شبهات ولا دنس ولا غضن ولا أي شيء من مثل ذلك فهو الطاهر الكامل القدوس البار ثم أحبائي مكتوب يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص جاء ليفتدي وجاء ليخلص الإنسان من الخطيئة كما قال في لوقة 19 آية 10 لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك فإذن جاء ليفتدي وجاء ليخلص الخطا من الخطيئة ثم أحبائي مكتوب عنه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين فهو الفدية يبذل بذل نفسه ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه سكب للموت نفسه بذل نفسه أعطى نفسه من أجلك ومن أجله فجاء ليخلص ويبذل نفسه فدية عن كثيرين جاء المسيح ليشهد للحق فهو الحق وهو المقياس ومصدر الحق عندما تعرف الحق وتلطقي بالنور نور المسيح الرب يفتح عنيك وبتنال الحياة الأبدية مكتوب أيضا أنه جاء حتى يعطينا حياة الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل لاحظ لتكون لهم حياة فجاء المسيح ليعطي الحياة الأبدية فإذا أنا حبائي المسيح مش مجرد شخصية تاريخية أو حقيقة معينة بل بالعبس هو الحق وهو اللي من خلاله نستطيع أن نلتقي بالآب ويكون عندنا علاقة مع الرب وإلنا الحياة الأبدية لأن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص هل تريد أن تتحرر من الخطيئة؟ هل تريد أن تخلص من الخطيئة؟ كل ما هناك تعال إلى الرب يسوع المسيح أشكره على عمل الفداء أقول له يا رب سامحني ارحمني أنا الخاطئ صليها من قلبك وتوج المسيح ملك ورب على حياتك إذا رب كلمك منحب نصلي معاك وتواصل معنا إذا أعجبك اعمل لايك وإذا بتحب تكون شريك بالخدمة معنا اعمل شير حتى أكبر عدد ممكن يستفيد من هذا الفيديو والرب يبركك